نسعد الله صباحكم بكل خير وبركة من هنا من ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة مع انطلاقاتي هذا اليوم الخاصة لسن اللقاية لشعاراتي أصحاب السمو الشيخ والسعادة ضمن الأشواط المفتوحة ينطلق على بركة اللاتاس على الأشواط وهو شوق مخصص للأبكار من مسافة الخمسة كيلو مترات نتابع أول المراكز وأول التحديات نسايم من تحتل المركز الأول بشعار سعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز الثاني بمتابعة المضمرة حسيب محمد بن سالب السفران المري بينما النقلة مباشرة إلى المركز الثاني عالية تاتي مع ثاني المراكز بشعار هجنة الشحانية ومتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبدالله العطية بينما الدخول في هذه اللحظات على المسطوى المركز الثاني من قبل أنقرة لسعادة الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني ومتابعة الصارم محمد بن برقاب المقارح المري مع المركز الثالث وغير مباشرة إلى المركز الثاني بينما المركز الرابع المركز الرابع نتابع مشاهدين العزاء هنا القدوم والانطلاق من قبل بلشة لسعادة الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني ومتابعة المضمرة راشد بن بطي بن محمد الحسنة المري على مستوى خامس المراكز بينما المركز الخامس نعم نتابع القادمة ريمة لهجن الغرافة ومتابعة صالب بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي هذه النتيجة مشاهدي العزاء لنداءنا الأول لمركزنا الخمسة الأولى ونذهب مباشرة إلى نسايم نسايم مشاهدي العزاء تحتل المركز الأول بشعار سعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز الثاني بمتابعة حسين بمحمد بن سالب السفران المري يقدم لنا نسايم على البداية والانطلاق الأول بينما المركز الثاني نتابع انقرة بشعار سعادة الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد بن رحمد الثاني والمضمر الصارم محمد بن برقاب المقارح المري في عملية التضمير والمتابعة بينما المركز الثالث عالية عالية تنطلق في هذه اللحظات في ذات المراكز بشعار هجن الشحارية ومتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبدالله العطية بينما المركز الخامس المركز الرابع عفوا نتابع هنا الوصول والانطلاق من قبل بلشة لسعادة الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني والمضمر راشد بن بطي بن محمد الحسنة المري يتدخل في هذه اللحظات في رابع المراكز وخامس المراكز ريمة من الجانب الآخر بشعار هجن الغرافة ومتابعة المدهج سالب بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي هذه النتيجة مشاهدي العزاء للمراكز الخمس الأولى في انطلاقات سن اللقاية كما تابعنا في هذا الصباح حشوط الرموز الخاصة للإنتاج والمنتجين لإنتاج أصحاب السوشيخ والسعادة تابعنا منافسة مميزة في صباح هذا اليوم ولكن نعود إلى الشوت ونعود إلى البداية الله ينسايم نسايم على البداية لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني إحسي بن محمد بن سالب بن سفران المر يريد أن يسافر إلى الناموس إلى ناموس هذا الشوت ركز بن سفران نحاها إلى داء المميز ولكن المركز الثاني أنقرى بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني بمتابعة الصالم محمد بن برقان بن مقارح المر يتواجد مع المركز الثاني ولكن الدخول في هذه اللحظة من قبل عالية ومستوها عالي وشعارها أيضا عالي في هذا التحدي وفي هذا العالم الساحر نتابع عالية لهجنة الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية غير مباشرة إلى ثاني المراكز المركز الرابع وصله أبناء الغرافة بمتابعة هنا ريمة ريمة لهجن الغرافة وسال بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي في المركز الرابع بينما المركز الخامس بلشة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني وراشد بن بطي بن محمد الحسنة المرفع في عملية التضمير والمتابعة ولكن الله يا نسائم نسائم مع السدارة نسائم كيلو ونصف الكيلو يا بن سفران كيلو ونصف الكيلو على الخط نهاية نتابع نسائم على البداية نسائم مشاهدين العزاء تطير وتحلق على أرضية هذا الميدان بالانطلاق الكبير وبهذا العرض الممتاز لسعادة الشيخ بهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني وحسيب محمد بن سالب بن سفران المري ولكن القادمة القادمة عالية مع ثاني المراكز لهجنة الشحنية بتواجد المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية وهنا أيضا شعار غرافة بدأ يتحرك وينطلق بثاث المراكز هنا شعار الغرافة معريمة لهجنة الغرافة وسالب بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي ومن الجانب الآخر تعود أمقرة لتعلن المنافسة مع لايحة الكيلو المتر الأخير الله ينقرة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن حمد الثاني والصار من محمد بن برقاب بن مقارح المري ينطلق في المركز الثالث بينما المركز الخامس وصلت بلشة يا بلشتكم من بلشة المنطلقة في المركز الرابع وتغير إلى المركز الثاني إلى الأول يا سلام الله يبلشة على الصدارة بلشة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن حمد الثاني راشد بن بطي بن محمد الحسن المري يقتحم الصفوف وينطلق في البداية يقدم لنا بلشة يقدم لنا بلشة في هذا الانطلاق الجميل والرائع الخمسمائة متر الأخيرة وتابع القادمة اللحوق وصلت في هذه اللحظات لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني ولكن الصدارة مع بلشة بلشة مع الناموس مع الفوز والانتسار الله يبلشة على الصدارة الله يبلشة ولكن اللحوق اللحوق القادمة مع ذلك المركز ولكن الصدارة مع بلشة بلشة مع البداية مع الناموس المميز تنطلق بهذا الشعار المميز شعارها لعين خالد مع البداية مع الناموس ولكن اللحوق اللحوق وبلشة اللحظات الأخيرة ولكن أنقرة من الجانب الآخر تعلن التحدي وتعلن التواجد ولكن خلاص الناموس مع بلشة تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد بن حمد الثاني على فوز بلشة بالمركز الأول وكذلك أنقرة في المركز الثاني ومركز الثاني الحوق لسعادة الشيخ علي بن عبدالرحمان بن حسن الثاني بينما المركز الرابع جاءت فيه نسايم لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز الثاني وخامس المراكز كان الوصول من قبل عالية لهجنة الشحانية إذن مشاهدي العزاء ومتابعين الأفاضل تابعنا الشوط مثير ومميز في الأمتار إلى خيرة وتابعنا منافسة مميزة ما بين بلشة واللحوق وكذلك أنقرة ولكن بلشة تحسم هذا الشوط وتهدي هذا النموس إلى أبناء عين خالد سلام عين خالد سلام على هذا الأداء الجميل تهنين ونموس لسعادة الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن حمد الثاني وإلى المضمر راشد بن بطي بمحمد الحسن المري والتوقيت الزمن سبع دقائي واحد وخمس إثاني وخمس أجزاء من الثاني تهنين ونموس المركز الثاني حلت فيه أنقرة بنفس التوقيت وبنفس الشعار والمالك ولكن المضمر الصار محمد بن برقابة مقارح المري بينما المركز الثالث للحوق لسعادة الشيخ علي بن عبدالعزيز بن حسن الثاني والتوقيت الزمني توقيت المركز الثالث المخرجين العزيز نتابع مشاهدي العزاء عبر قناة الرئيسة سبع دقائق واحد وخمس إثانية وسبع أجزاء من الثاني تهنين ونموس لجميع الفائزين